حوارات النبي مع السيدة عائشة عايزة تتاخد لوحدها كده و هي موجودة طبعا منثورة في أحاديث النبي الصحاح في الكتب الستة و غيرها لكن تشعر بشخصية السيدة عائشة في حوارها مع النبي و نوع الأسئلة اللي بتبادر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة مع زوجها و حبيبها و حبيبنا و سيد الخلق و حبيب الحق الرحمة المهدى بتقول له طبعا كانت من أعظم الابتلاءات ابتلاء النبي في غزوة أحد لأنه جرح فيها و دخل حديد المغفر فيه و جنتي الشريفتي و كسرت ربعياته يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم جرح شديد و أشيع أنه قتل في هذه المعركة صلى الله عليه وسلامه عليه فده كان أشد يوم أوذية فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع و في تصور الصحابة فعشان كده السيدة عائشة ضربت به مثل بتقول له يا رسول الله هو فيه يوم جاء عليك من الشدة بتوليت فيه و أزيت فيه و اهتمامت فيه كنت مهموم فيه أكتر و أشد من يوم أحد سؤال يدل فيه بين السطور كده على مدى حتى اهتمام السيدة عائشة بحبيبها و زوجها و سيدها و نبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تريد أن تخفف عنه يعني فيه حاجة حتى حصلت قبل كده زعلتك يعني تحاول أن تفرغ ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في قلبه شيء من الهموم دي الزوجة الصالحة و من كعائشة رضي الله تعالى عنها تقول له فيه يوم مر عليك أشد من يوم أحد اسمعوا ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لقد لقيت من قومك ما لقيت شفت منهم كتير و كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي يعني أخذت أن أدعو عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني لم يستجب لهذا العرض أن يمنعني لأن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بيقول لما حصل كده لم يجبني إلى ما أردت مشيت فانطلقت وأنا شوف الجملة دي بتوجع قلبي لأن بشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القلب الحنون هذا القلب الرقيق هذا القلب الذي يحب الخير للناس أجمعين يتعمل فيه كده لكن حصل بيقول لما لم يجبني إلى دعوتي فانطلقت وأنا مهموم على وجهه ماشي زعلان ماشي مهموم يا حبيبي يا رسول الله وانطلقت وأنا مهموم على وجهي ويبدو أن النبي قعد في مكان وأخذته يعني سنة من النوم أو غفوة يعني نام وهو مهموم عليه الصلاة شوفوا حالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي بينام زعلان ده بيبقى صعب أوي فالنبي قاعد في الطريق مش مهموم أنه لم يجيبه هذا الرجل لدعوته ودي كان أهم ما يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم مش مهم يتعب في جسده مش مهم رجليه تتفطر من القيام مش مهم يمرض يتعب المهم الناس تؤمن بالله المهم الناس تزوق حلوة الحق ده كان هم النبي لآخر لحظة حتى كاد أن يقتل نفسه من الأم والقرآن صرح بهذا في أوائل سورة الكهف فلعلك قاتل نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف الله يخفف عنك إن عليك إلا البلاغ لكن النبي بيحب الناس النبي بيحب الخلق النبي رحمة مهداء النبي عايز الناس كلها تبقى في الجنة النبي الناس بتتفلت منه كالفراش يحوم حول النار ويأخذ بحجوزهم حتى لا يقعوا في النار طب ما النبي ما يبلغ وخلاص إن على إذن كما قال الله له لكن النبي الذي ذاق الحق يريد أن يشعر الناس بهذا المذاق إن الناس تبقى حواليه في الجنة صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحقق الناس من قول الله تعالى ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ربنا مش عايز لا يريد أن يعذب أحدا ولا النبي عايز أحد من أمته يعني ده بكلم يقوم الليل طويلا ويبكي بكاءا شديدا ويقول الآية دي على لسان سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحجيم ويرتلها رسول الله كثيرا ويكرر الآية هو يبكي حتى تضل لحياته وحتى تبتل الأرض ليه رسول الله ده أنت رسول وخلاص أنت أدت مهمتك إن عليك إلا البلاغ فيرسل الله سبحانه وتعالى ليتدارك دموع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسل إليه جبريل ويقول له إن يا محمد إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك لأنه يحبك والله يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماهم ووصفهم بالخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس عشان كده ما ينفعش أمة النبي بقى فيها شدة ويبقى فيها غلظة ويبقى فيها قسوة قلب أنا مش عارف إلي جرالنا ليه ما نرجعش تاني وأمامنا رسول كتلة رحمة هو كله رحمة صلى الله وسلامه عليه فبيقول انطلقت وأنا مهموم على الهوجه فلم أستفق إلا وأنا حتى اسمه قرن الثعالب فوقت لقيت نفسي في وادي اسم قرن الثعالب وهو في حالته هذه عليه الصلاة والسلام فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فاستفقت ما أو ما أفقت إلا وأنا في قرن الثعالب حصل بقى المفاجأة دي بيقول النبي قاعده وفي الحالة دي مهموم كما علمتم بيقول فرفعت رأسي بص فوق كده في الأفق فإذا أنا بسحابة قد أظلتني سحابة الغمامة بتاعتها أظلت رأس النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فنظرت في السحابة دي سحابة عجيبة مش بس جاية تضلل علي فيها حاجة فنظرت في السحابة من جوه السحابة بقى دي من الذي أتت به أو أتى مع هذه السحابة أمين وحي السماء جبريل عليه السلام شوف السماء تتحرك لحزن النبي عليه الصلاة والسلام والاهتمام النبي تزعلش محمد ما يزعلش أبدا أبدا محمد عزيز على ربه حبيب إلى مولاه تبارك وتعالى بيقول فرفعت رأسي فنظرت في السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام أنا بحب سيدنا جبريل أنا بحب سيدنا جبريل أول لأنه أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن شرفنا بأن كلفه بأن ينزل بهذا القرآن العظيم على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وإحنا من غير قرآن ولا حاجة إحنا بدون قرآن أمة صفرة على الشمال لا تسوي شيء لأن الحضارة كلها والمجد كله والرقة كلها والأخلاق كلها في المية واربعتاشر سورة دول من أول الفتحة لسورة الناس إحنا عايزين نعيش الإحساس ده عايزين نخرج بقى من حالة مش عايزة أقول الدرواشة لا حالة العبادة المحد إلى أن إحنا نبقى فينا من القرآن الذي يمشي على الناس في السماحة والعفو والعطاء والرقة وإلى آخره عشان الناس تشتدوء فينا الإسلام الناس تقول فعلا فعلا دول مسلمين دول أتباعهم حيحبوا النبي في شخصنا عليه الصلاة والسلام بيقول فنظرت في السحابة فإذا فيها جبريل جبريل بيقول إيه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه السحابة إلى محمد الجالس في قرن السعالب بيقول له إن الله ربنا ما يرضهوش زع للنبي أبدا بيقول له إن الله جبريل بيقول للنبي إن الله سمع قول قومك لك زعلوك يا محمد ديقوك مشيت وإنت مهموم على وجهك أرسلني الله ليأقول لك إن الله أنت لا تغيب عن ربك ولا يعزب عن ربك من مثقال الذرة في السماوات ولا في الأرض سميع عليم سميع بصير رقيب سبحانه وتعالى